ومن الفوائد أنه قال هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة أيضا أتى بصيغة الفعل مضارع مما يدل على أن حاجة الناس إلى تعلم العلم الشرعي وإلى تعليمه أنه مستمر وأن الإنسان لابد أن يبقى عالما ومتعلما إلى أن يتوفه الله ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما رؤي في آخر حياته ومعه المحبرة قالوا إلى متى يا إمام يعني بلقت وأصبحت إماما قال من المحبرة إلى المقبرة ويدل لكلامه رحمه الله بعد التأمل فدل عليه قول الله عز وجل وعبد ربك حتى يأتيك اليقين هل يمكن أن تقوم عبادة وأن تصلح عبادة من غير علم؟ لا يمكن فإذا كانت العبادة مستمرة معك حتى يتوفاك الله إذن لابد أن يستمر معك العلم لأنه لا عبادة مقبولة ومرضية عند الله إلا بالعلم الشرعي ولذا ما نراه من عزوف الناس ولسيما الشباب عن طلب العلم فإنه من الفطورة مكان لأن قضية ويعلمهم الكتاب والحكمة على مبدأ الاستمرار لما؟ لأن الناس كلما بعدوا عن زمن النبوة كلما عظم الجهل وإذا عظم الجهل كثر الاختلاف وإذا كثر الاختلاف تفرقت الأمة وإذا تفرقت الأمة لم يراعي أحد منهم للآخر لا حرمة دم ولا حرمة عرف ولا حرمة مال ولا أي شيء من هذه الأشياء ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصيحين لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وفي رواه يقبض العلم ويكثر الجهل فإذا لم يتلقى الناس العلم هنا تأتي الفتن تباعاً في آخر الزمن وما نلحظه الآن من فتن متنوعة فتن الشهوات والشبهات وفتنة الاعتداء والاستخفاف بالدماء والأموال وما شابه ذلك هذا ما أتى إلا من نقص في العلم وظهور الجهل وسبب ظهور الجهل أن الناس لا يتعلمون ربما أنك تلقى بعض الأشخاص بل كثيراً من الأشخاص في أقل ما يجب عليه أن يتعلمه ولا يعرفه لا يعرف الأصول لا يعرف ما يجب عليه في دينه ما يجب عليه في عقيدته يصلي بعض الناس يصلي وصلاته قد أخلى فيها ببعض الأركان صلاته غير صحيحة صلاته باطلة لأنه بين أهل العلم والعلم عنده ومع ذلك تجد أن الناس قد فتنوا إما بأشياء لا فائدة منها أو أن أوقاتهم طغت على التكسف في هذه الدنيا ويصبح هذا الإنسان طيلة يومه في ضياع من الصباح في الدوام وبعد الدوام نوم ثم ذهاب أو إياب أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء طيب أين نصيب تعلم العلم من وقتك والأمة بحاجة ولذا ما عظم أهل البدع في مثل هذه الأزمان ولا كثرة البدع ولا استطار شرهم ولا فشى لهم أمر إلا لأن الجهل عم وطم لكن لو كان الناس يتعلمون هنا بإذن الله تندفع الشبه والفتن ولذلك كلما بعود الناس عن عهد النبوة كلما حلت بهم المصائد فإذن قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة الفعل المضارع يدل على وجوب تعلم العلم الشرعي ويجب العلماء أن يعلموه الناس وأن يخرجوا للناس في كل وقت وفي زمن الفتن أن يكون خروج العلماء أكثر وأكثر